مستغلاً أوضاعهم المعيشية الصعبة يواصل النظام الإيراني تجنيد المئات من الشباب في سوريا بهدف زيادة نفوذه في بلد أنهكته تدخلات إيران بدعم كامل من ميليشيا حزب الله اللبناني عمليات تجنيد لشبان سوريين بدأت في قرى وأرياء في حمص وصولاً إلى البادية السورية لكن هذه المرة بهدف نشرهم على طرقات التهريب وحماية وحراسة خط النفط التامع للإيرانيين والذي يمتد من العراق إلى حمص الأنبوب هو جزء من خطوط أنابيب كركوك بانياس كان يربط حقول النفط في كركوك بميناء بانياس السوري ويمر عبر حمص ويقع في مناطق نفوذ إيران في سوريا وهو خط الأنابيب النفطي الوحيد بين العراق وسوريا ومتوقف منذ عدة سنوات عمليات التجنيد تتم بموجب مغريات مالية ضخمة فضلاً عن امتيازات أمنية واسعة المرصد السوري أفاد أن أعداد المجندين الجدد بلغ أكثر من 250 عنصراً منذ مارس الماضي تم تجنيدهم من قبل شخصيات كبيرة بميليشيا حزب الله اللبناني فراز حمزة العربية